مرحبا أصدقائي من جميع البناطق والدول سنقرأ لمولود برج السلطان هذا الجزء الثاني لمولود برج السلطان سيتكلم عن العاطفة ودراسيا وصحيا تكملت الفيديو اللي نزلتم بارح يا أصدقائي إن شاء الله رح تكون بداية شهر بالأمور العاطفية والصحية والدراسية ممتازة جدا مليئة بالأحداث السعيدة اللي بتصب بصالحة لا تنسونا يا أصدقائي الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك سنبدأ بسحب الكروت بسم الله سأقرأ بالبداية للمتزوجون إن شاء الله تكون أمورك أنت واشتيك حياتك ممتازة جدا مليئة بالأحداث السعيدة اللي بتصب بصالحكو على جميع الأصعدة سنبدأ بالقراءة طبعا للتواصل يا أصدقائي للتواصل على الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرات أنا أكتبه في التعليقات سنبدأ في القراءة بسم الله وقد تجاوزت فترة كانت مش سهلة عليك وعلى الشريك كانت مليئة بالأمور اللي فيها لقاشات حادة وخصوصا تعرضت لضغوطات مادية رح يمر الشريك بأمور صعبة جدا مثل الصحية وشياء من هذا القبيل وبحاجة لمساعدتك إلو ودعمك للشريك يا صديقي برج السلطان طبعا شاء الله عليك ما بتبخل على أي أحد من الناس اللي بخصوك بأي مساعدة بتقدر تقوم فيها ورح تمد الشريك بيد العون ما رح تقصر معه بأي إشي تقدر عليه كان ماديا أو معنويا أو مساعدة أو بعمل ما تقوم محله ما شاء الله عليك دائما عندك عطاء كبير جدا للأشخاص المقربين منك وأفراد عائلتك هناك شخص هي امرأة تحاول تخريب علاقتك بينك وبين الشريك بتطلع عليك نظرة الغير والحسد وتحاول زرع الفتنة وما رح تتوانى بأذيتك بأي إشي تقدر عليه حتى لو كانت فيه أعمال رح تقوم بأعمال سحرية أو أشياء من وراء عفوا أمور من خلف الكواليس مثل السحرية والأعمال وأشياء من هذا القبيل والأغلب هذه المرأة يا أصدقائي من الأبراج النارية الله يحماك منها لأنها مش رح تتوانى بأذيتك أو بتخريب الأسرة تعيتك بإذن الله تعالى رح تجيك إشارة فيها رح تعرفها طبعا القراءة للجنسين يا أصدقائي للذكر والأنثى رح تعرفها حاول أنك تأخذ حذرك منها وتحرص على الشريك من هذه المرأة لأنه هدفها تخريب عائلتك ومش رح تتوانى بأي إشي تقدر عليه إلا ما تعمل الله يحماك منها لأنها شخص حقود وما عندها مخافة الله عز وجل واللي ما بيخاف من الله خاف منه يا صديقي يا برج السلطان الله يحماك منها أنت والشريك هناك ارتفاع بواخر الشهر في الدخل المادي بشكل عام إلا كل الشريك ورح تحصل على مبلغ مادي جيد جدا من أعمال إضافية وفي مبلغ كمان رح يجيك على طريق الحظ والصدفة ورزق من رب العالمين الله يرزقك كمان وكمان أنت تستحق يا صديقي يا برج السلطان والله يديه بالمحبة بينك وبين الشريك لكم يا أصدقائي في أحداث كثيرة المتزوجون بسم الله ستتلقى الكثير من الدعاوي إلى مناسبات سعيدة مثل عزائم أو مناسبات زفاف أو زواج أو أشياء من هذا القبيل ورح تكون فيها رائع جدا مثل الوردة اللي مفتحة ما شاء الله عليك وتلفت الانتباه إليك ورح تتلقى رح تتلاقى مع ناس إليك زمان مش شايفهم كانوا بالماضي عزيزين على قلبك من الأصدقاء تتحدث معهم بأمور شيقة للثيرة اهتمامك من أمور مهنية أو ذكريات كانت تجمعكم سعيدة جدا في الماضي رح يكون شهر جيد جدا للمتزوجون بس بأولها زي ما حكيت لك حاول أنك تمد يد العون للشريك لأنه رح يكون بحاشتك ممكن بالأمور الصحية والعلم عند الله عز وجل لنكمل يا أصدقائي سأقرأ الآن عاطفيا بسم الله للأشخاص اللي عندهم شريك حياة مستقبلي كيف يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي يعني شخص بيكون متفق انتويا عزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل إن شاء الله رح يكون الحظ ببتسم إليك ويتكون الأمور جيدة جدا تتمم أمور الزواج بينك وبين هذا الشريك المستقبلي كما تحب وتتوقع لنبدأ في القراءة بسم الله موعد الزواج بينك وبين الشريك المستقبلي لقد اقترب بس ينتابق شعور في القلق لأنا كنت ملاحظ أنه الشريك ما فيه إشي بشكل جاد يعني بشكل جدي صار أو يعني يبلش بالأمور التجهيزية مثل العقد مثل أمور الزواج وأن حابين تسكنوا أشياء من هذا القبيل وخصوصا أنه بنتغير معك بالآونة الأخيرة يعني بطل يرن عليك كثير أو يودي لك رسائل اهتمامه قل بشكل عام عام هو الشريك المستقبلي بتعرض ل ضغوطات نفسية وأمور خاصة فيه يعني عائلية منخليته مجغولة شوي عنك وخصوصا ووضوع الزواج فيه كثير من الأمور أمامه مثل العقبات والعراقيل اللي مش قادر يتخطاها علشان يقدر يتقدم بشكل جد بشكل جدي إليك يا صديقي يا برج السلطان حاول قدر المستطاع أنك تتحدث معه بشكل واضح وصريح بينك وبانه لأنك أنت شخص دكي جدا ورح تتمتع بروحانية عالية جدا وهي قصوصا بالحادثة السادسة ورح تكون قادر على مساعدته بعدة أمور ونصائح رائعة جدا اللي بتقرب موعد الزواج بينك وبين هذا الشخص بس أنت حاول أعطي الارتياح وخليه يسالف ويحكي زي ما بده وين مشاكله بدون أي حساسية وخصوصا أنك من الأشخاص اللي على السريع بتذيق وبتحسس من أي كلمة إذا بحسها ضده يا صديقي يا برج السلطان حاول أنك تستمع له جيدا حتى لو كان الكلام ما بعجبك عشان تقدر تحل هذا الموضوع وإن شاء الله أنه يتم موعد الزواج بينك وبينه بالقريب العاجل وليس الآجل وخصوصا زي ما حكيت لك فيه أناس بيحاولوا التخريب هذا الزواج من طرف عائلة الشريك المستقبلي بسم الله هناك لقاء بينك وبين الشريك وموعد وستحصل على هدية من الشريك وهي الهدية رح تكون رائعة جدا رح تكون بقمة للسعادة للك رح تشعر أنه الشريك بفكر فيك وبحبك من كل قلبه لأنه يا أصدقائي دائما الهدية مش لقيمتها المادية لقيمتها المعنوية أنه هذا الشخص راح ودور تلقى إشي يقدر يجيب لك وخصوصا أنه يعجبك ويلفت انتباهك إله فهو تعب واجتهد علشان يبسطك يا صديقي يا برج السلطان تقدر تستغل هذا الموعد المليء بالأمور السعيدة اللي بتصب بصالحك وتتحدث معه زي ما حكيت لك قبل شوي بالأمور المستقبلية وكيف تجهزو لها وتتخطو العقبات والعراقيل أنت وياه مع بعض وحاول قدر مستطاع أنه أنت تقود الأمور يا صديقي يا برج السلطان وأنت قادر لأنه تتمتع بلتلك بالحاس السادس بقوة وزائد عندك اللي هو سرعة البديهة بتقدر تستغلها بهذا الموضوع بتقدر تتخطوه مع بعض بإذن الله تعالى إن شاء الله يتم الزواج بينك وبينه بالقريب العاجل وليس الآجل سأقرأ الآن عاطفيا للعاذبون اللي عندهم اشتك حياة مستقبلي كيف يعني اشتك حياة مستقبلي يا أصدقائي عفوا للعاذبون اللي ما عندهم لا اشتك حياة مستقبلي ولا اشتك حياة حالي وهم انفصلون يعني كان عندهم علاقات وانفصلوا عن بعض بسم الله تحاول التطوير من نفسك وقدراتك لإثبات جدارتك أمام الناس من حولك وأفراد عائلتك انك قادر تواجه الدنيا بدون شريك حياة مستقبلي ولا شريك حياة حالي ورح تقوم بإنجاز لمنتصف شهر سبعة بإذن الله تعالى تلفت الانتباه إليك ورح تتلقى المكالمات الرائعة جدا والجميلة اللي بترفع عندك الطاقة الإيجابية وبتخليك مصر إلى الأمام وإلى النجاح كمان وكمان الأمور تبدو جيدة وخصوصا أنه رح يكثروا المعجبين فيك يا صديقي يا برج السلطان بس مش مش كل إشي الأشخاص المعجبين بك يعني مش بالناس اللي أنت بدك إياهم أو تثق فيهم وخصوصا أنه الثقة صارت يعني بالأمور اللي صارت عندك في السابق خلتك أنك ما تثق بأي أحد بس فيه شخص معجب بك كثيرا هو من الأبراج المائية هذا الشخص سيحاول التقرب منك بس هذا الشخص مشكلته أنه شخصيته مش قوية اللي يقدر يعبر عن إعجابه إليك أو يعبر لك أنه بحب أنه يتقرب منك عن قرب ويعمل معك علاقة عاطفية جادة بمعنى الكلمة أنت رح تقدر هذا الشخص يعني أنك تعرف مشاعره بدون ما يخبرك بها إذا حاب هذا الشخص أنك تعمل معه علاقة بس اشعره بالقبول من اتجاهك لكي يتشجع ويتكلم بالأمور الذي تدور في باله وفي قلبه هو شخص إخلاقيات ومتاز جدا ورح يكون الشريك مناسب إلك في المستقبل بإذن الله تعالى ومع ذلك خلي الموضوع إلك تفكر فيه بعدين خذ قرارك المناسب اتجاه هذا الشخص لنقمل يا أصدقائي سأقرأ الآن دراسيا بالأمور الدراسية والمطالعة والامتحانات الداخلية والخارجية يا أصدقائي وإن شاء الله تكون أموركم ممتازة بإذن الله تعالى لنبدأ في القراءة بسم الله الفرصة متاحة أمامك لتحقيق إنجاز ملحوظ في مجال الدراسة لأنك ستتمتع بسرعة بديها وحفظ المعلومات بشكل سريع جدا وإستعاب الأمور في مجال الدراسة بشكل كبير بس من جهة أخرى في أمور كثيرة تشغل بالك وخصوصا إنه في خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة بأمر ما وخصوصا إنه بتحدث معك دائما بطريقة سلبية بتطلع عليك بنظرة الغيرة والحسد لأنه بتطلع عليك أنه أنت أفضل منه أمام الأفراد العائلة هذا الإشي بزعجه كثيرا هذا الموضوع يشغل بالك ومن ناحية أخرى هناك كمان أحد الزملاء من الجنس الآخر كان بسمعني ذكر فهو أنثى وإذا كان تسمعني أنثى فهو ذكر هذا الشخص كمان يشغل بالك وما أخذ حيز كبير من فكرك وخصوصا لما تكون جالس لوحدك لأنك لا تعرف مشاعره اتجاهك هذولا الثنتين مخليينك ما تستغل الفرصة المتاحة أمامك وتحقق إنجاز ملحوظ في مجال الدراسة حاول قدر المستطاع أنك تركز على الأمور الدراسية وخصوصا المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية وتستغل هذه الفرصة لأنك قادر تحقق إنجازات ونجاح كبير جدا في مجال الدراسة وتخليه أمورك الدراسية أهم أولوياتك لنهية اللي بتحدد مستقبلك بتخليك دائما متفوق على الجميع يا صديقي يا برج السلطان كيف بدك تحدد هذا الموضوع حاول أنك تحدد وقت معين لمجال الدراسة كل مكان الوقت أكثر كل مكان أحسن بزيد أمورك بالنجاح والتفوق على الجميع بتمنى أنك تردع نصيحتي بهذا الموضوع يا صديقي يا برج السلطان سأقرأ الآن صحيا طمن عليك صحيا إن شاء الله تكون الصحة جيدة عندك لأن الصحة يا أصدقائي هي أهم أهم إشي وإذا راحت الصحة راح كل شي إن شاء الله ستكون صحتك جيدة مليئة بالأمور والطاقة الإيجابية بإذن الله تعالى هناك إرهاق جسدي ينتابك شعور أحيانا في الكسل والملل هذا نتيجة تحركاتك الأخيرة بالفترات الماضية كنت لكثير التحرك والتنقل بين المدن وزائد كمان كنت تقوم بأعمال خيرية لتعمل حدا عملا ما أو تساعدهم بعدة أمور هذا الموضوع هذا الموضوع خلاك أنك تتعب جسديا وأنك بحاجة إلى راحة لكي تستعيد طاقتك وعافيتك ونشاطك اللي أنت متعود عليه بإذن الله هناك آلام في الرأس شقيقة كيف عن الشقيقة يعني بتحس أنه نصف رأسك هول اللي بوجعك بروح وبرجع وألام في المعدة وأسفل الأقدام حاول قدر المستطاع أنك تذهب إلى رحلة ترفيهية لأنه هذا الموضوع مخليك أنه دائما أنت نفس النظام زي كل يوم فالروتين أثر عليك كثير لدرجة أنه ستشعر بآلام بسبب عدم تحرك جميع عضلات جسمك يا صديقي برج السلطان هو فيه رحلة ترفيهية رح يقترحها عليك أحد الأصدقاء المقربين من حولك حاول أنك تذهب إلى هذه الرحلة أنا الصحبي معهم سيكون هؤلاء الأشخاص يعني أنت بترتاح لصحبتهم والتحدث معهم وبتقدر أنك تحدث معهم بالأمور المعلقة في بالك مثل يا صديقي برج السلطان أشياء أنا بش عفتوك فيها قرار أنه بين نعم أو لا وما رح يبخلوا عليك ولا بأي مساعدة يقدر فيها هم شخصين رائعين جدا وقريبين منك ورح تتمتع كمان بعد الرحلة الترفيهية هاي إن شاء الله أنك تذهب إليها لأنك ستكون سعيد جدا وبحاجة كمان أنك تغير جو لتستعيد طاقتك الإيجابية بإذن الله تعالى نقمل يا أصدقائي بسم الله هناك شخص ما العزيزين على قلبك رح يتعرض إلى مراجعة طبية ورح يتعرض إلى عملية صغيرة مش كبيرة جدا وهذا الشخص أنت يعني من العزيزين جدا على قلبك ورح تخاف عليه كثير وما رح تقصر معه بأي مساعدة تقدر تساعده فيها عبما يطلع من المحنة اللي هو فيها بس لا تقلق يا صديقي برج السرطان ستكون